موسيقى الحمد لله ربنا كرمنا وفكنا العقدة وكسبنا الجونة احنا كان بقلنا تلات ماطشات مش عارفين نكسب الجونة الحمد لله ربنا كرم وكسبناهم واخدنا تلات نوعات مهمين بعد خسارة الكاس وفي ظل الظروف الصعبة اللي فيها النادي اصابات اجهات تغيير مدرب راجل لسه عمل بيلوش واللعيبة كلها مش شايفة وبتقدم اسوأ مستوياتها الحمد لله ربنا كرمنا تلات نوعات مهمين جدا الزمالك كسب سموح ناس كانت تقولك بنشرق مشي الزمالك هيوقع لا يا باشا الزمالك كسب سموح عادي جدا اكني بنشرق بيلعب ولا اكني فيه اي حاجة لانه معاه مدرب تقيد بصراحة التعلب او البروف فريرا وعندك كمان كسب الاسماعيلي 40 في اسماعيلية طبعا يعني نتيجة كبيرة جدا على الاسماعيلي والدوري السنة دي مولع التلات فرق بينفسه الزمالك الفرق بينه وبين بيرامدز اربع نقط وبعد كده الاهلي عنده مطشين مؤجلين لو كسب المطشين دول هيبقى يعني تحت الزمالك بتلات نقط وفوق بيرامدز بنقطة فالدوري السنة دي مولع جدا وكل شيء وارد الجولة اللي جاية بيرامدز هيلاعب البنك الاهلي الزمالك هيلاعب فيوتشور والاهلي هيلاعب المقصة منطقيا ان الاهلي هيكسب المقصة المفروض يعني المفروض يعني المفروض ان الاهلي يكسب المقصة الا بقى لو احنا حالتنا يعني تسعب على الكافر للدرجات 250 ومل assuming نتجب المقصة وبرضه المفروض ان بيراميدز يكسب البنك الاهلي وهنستنى نشوف الزمالك هيعمل ايه مع فيوتشر موطش صعب جدا نشوف انه موطش الدور الاول الزمالك كسب بالعافية لكن منطقيا ونظريا ان الزمالك مفروض عنده غيابات كتير وعنده مشاكل في القيمة فيوتشر فريق محترم بالعكورة كويسة فالطبيعي ان الزمالك يتعادل لكن بالحالة اللي احنا شايفين فيها الزمالك دي لا باش الزمالك محدش يوقفه خالص وهيكسب فيوتشر وهيكسب بيراميدز فخليها نشوف اللي هيحصل عندها النهاردة كلام كتير قوي عن موطش الاهلي والجونة وعن موطش الزمالك وسموحة وبرضه هنتكلم كده كلمتين عن موطش بيراميدز وإلسماعيلي لو انت ما تفرج عليها اهما سبسكرايب ولايك وشير وقف تجرس التنبيهات تعالوا بقى نبدأ مع موطش الاهلي والجونة طيب اعتقد محدش فينا عجبوا الاداء كلنا شايفين نفس المشاكل موجودة ولكن تغيير الخطة لتلاتة اربعة تلاتة انا معاكو هنا قلت من حلقتين تلاتة يا جماعة الاهلي لازم يلعب تلاتة اربعة تلاتة لاسباب كتيرة قوي احنا شايفين الحالة الدفاعية السيئة اللي فيها الاهلي المستوى السيء للشناوي الحالة البدنية المتراجعة جدا لكل لعيبة الاهلي بما فيه من نص الملعب وخاط الدفاع اللي يبقى عندنا بترتكب اخطاء كتيرة جدا في الخروج بالكورة وبتدي المنافسين هدايا واسيستات فالطبيعي ان انت تزود عدد المدافعين عندك لتلاتة وراء عشان يعني انقلل شوية من الاخطاء وده اللي حصل النهاردة كمان عشان تريح علي معلول اللي اي كرة في ظهره ما بيقدرش يرجع عليها لان الراجل كبر في السن ومش قادر يجري فاي كرة في ظهره بشبه انفراد وده اللي حصل في مطش الزمالك ومطشات تانية كتير برضو تكلمنا عن ان لعب نص الملعب السلوية الحمد فاتحي مشتهلكين وبالتالي انت عشان تريح الدنة دي كلها وعشان تزبط دفاعك وتزبط الملعب وبانك انت مش قادر تتحرك من غير كرة فالتلاتة اربعة تلاتة هتوفر لك انتشار افضل الراجل قرر ان يلعب قدام الزمالك اربعة تلاتة شوط الاول ولما خسر كل حاجة شوط الاول راح لتلاتة اربعة تلاتة على الرغم ان هو ملعبش بالتلاتة دي قبل كده مع الفريق اللي كان يدربه في البرتغال مش عارب بصراحة هو غيرها ليه وهل سامي امصان كان ليه دور ولا لأ طب هو ليه لعب اربعة تلاتة ثلاتة هو كان بيلعب اربعة اربعة اتنين انا بصراحة مش فاهم المدرب عايز ايه لكن الراجل ما عزره بقى الاربعة خمس ماتشات مسك الفرق او ست ماتشات يعني الدنيا صعبة جدا كل ماتش وماتش ومين فالرجل حتى قال بعد الماتش ان انا مش لاحق ادرب اللعيبة على حاجة انا دوب بس بعمل استشفى في ظل قيمة طويلة عريضة من الاصابات اخر ومن النهاردة عندنا عبد المنعم عنده تقلي في الخلفية وغالبا مش هيلحق الماتش اللي جاي عندنا السلية اعتقد هيبعنده شد في الخلفية او ممكن لقدر والله مهزر والموضوع ما اعتقدش انه ياخد اقل من شهر وعندنا كمان صلاح محسن انزل الشوت التاني وتصالف اخر الشوت التاني وخرج ماكملش اخر دقيقتين فدلوقتي وصلنا ليه عشر لعيبة غايبين عن الاهلي نتكلم على عبد المنعم السلية صلاح محسن بيرسي تاو ميكي سوني اكرم توفيق عندك كمان برضو محمد شريف عندك طاهر وحسين الشحات يعني منتكلم في عشر لعيبة تقريبا غايبين عن الفرقة معظمهم كلهم في الحتة اللي قدام احنا خلاص مبقاش فاضل ومحمد محمود كمان برضو وخوكة مصابين كل لعيبة دي فانت دلوقتي يبقاش فاضل عندك قدام غير عبدالقادر وقفشة وحسام حسن وكان الله يحب المحسين يمكن ميكي سوني يرجع ماتش النهاردة وكان قاعد على الدكة لكن لسه يحتاج وقت عشان بقاله فترة طويلة غايب عن الماتشاط فظروف صعبة جدا بتحيط بالفرقة ربنا كرم وخدنا التلات نقطة انا عايز اتكلم في كذا نقطة عشان خاطر بس نبقى عارفين احنا هنعمل ايه في اللي جاي كلنا شفنا النهاردة ان اداءنا الدفاعي كان احسن شوية على الالقل ما كناش بنضرب كتير في ظهر خط دفاعنا وكمان ما كناش بنفقد الكرة بسهولة في نص ملعبنا وده خلنا نوعا ما عندنا صلابة دفاعية بغض النظر عن اخر خمس دقيق لما كنا تعبنا ورجعنا ورا وكنا كسباني اتنين فاخدنا الكرة في العرضة وكنا بنكسل شوية لكن اداءنا الدفاعي نوعا ما تحسن وده مهم جدا يا جماعة في ظل ان انت واقع بدنيا فما تبقاش انت فتح خطوطك وعمال تروح وبتحاول تخلق فرص وانت لا عارف تخلق فرص ولا عارف تبني هجمة وفي الاخر بتستقبل جون وانت مجهب بدنيا فتلاقي نفسك بقى لما عايز تسجل واحد بتسجل اتنين فما بتعرفش تعمل حقا خالص وبالتالي التالي التالة اربعة تلاتة كانت مهمة جدا ولكن اولا لازم المدرب يحفظ جملة واحدة للعيب جملة واحدة انا مش طالب منه انه هو يشتغل بين طبعا المطشين وفيه ومين بس لكن يا اخي جملة واحدة يعني مثلا لما شوفوا ان حسام حسن الرجل بيتحرك وبيشد معه واحد الاقي مثلا عبدالقادر بيتحرك في المساحة دي الاقي افشة بيتحرك في المساحة دي طيب لما لاقي مثلا علي ما قالول رايح واخد الخط ورايح وهو الوحده او يعني عدة من اللعيب اللي معاه واجي كده يبص عشان يرفع مالقيش حد غير حسام حسن بس ولقعد القادر وقافشة التمركز بتاعهم سيء جدا في الملع ولقى السولية بعيد قوي طيب الرجل عايز يرفع واحد وثلاثة لو حسام حسن طيب عايز يلعبها الورا مافيش حد طيب دي لو فيها جملة وفيه تمركز صح للعيبة اللي قدام هنعرف نستفيد بيها لما لايكون عندي الكوار السابتة زي ما انا سجلت بيها النهارده كده جون رامي ربيع من اوفر علي معلول وسجلت في موتسي فيوت شبه عبد المنعم وانا عندي لعيبة زي عبد المنعم ورامي ربيع وياسر وحمدي بيعرفي العب بمهم كويس اشتغل برضو على الكوار السابتة الحاجات دي كلها او الحتتين دول يعني مش حاجات كلها او حتتين بس الجملة اللي تحفظ للعيبة جملة واحدة بس مش اكتر من كده وهتكلم على الجملة اللي بيلب عليها الزمالك كل مطش يعني اللي بيعملها فريرة والدروات السابتة ممكن تخلص لنا مطشات نعرف نقفل دفاعيان صح ونخطف جون بس زمانك بيعمل كده احنا مش عايزين اكتر من كده وان شاء الله بإذن الله مطش هيجيب مطش والدنيا هتمشي لكن يعني في الظل احنا شايفينه ده لحاجة متحفظة واللعيبة تعبانة الموضوع هيبقى صعب احنا النهاردة الحمد لله دفاعيان وقفين عاجبنا كويس لكن عايزين نخلق فرص اكتر شواء على الجون الاهلي بقالوا ثلاث مطشات مش عارف يخلق فرص على الجون ودي مشكلة كبيرة لانك قبل كده كنت بتخلق فرص كتير بس كنت بتضيع انت دلوقتي مش عارف اصلا تخلق فرص لانك مش واقف على رجلك بدنيا ومش عارف تعمل اللمسة الابن الاخيرة صح وكل اللعيبة قرات غلط عايز بقى تقول اجهاد تقول تخازل زي ما انت عايز تقول المهم في الاخر ان النتيجة اللي احنا مش عارفين نخلق فرص على الجون فالمطلوب ان المدرب بيحاول يشتغل على الكور السابتة وجملة واحدة بس ترك كاية نعملها في المطش او ترك كايتين مش اكتر من كده عشان نقدر نعدي بيها المطشات اللي جاي برضو مطلوب ان انت مطش المقصة اللي جاي تريح علي معلول علي معلول يعني الراجل بيلعب كل اسبوع 3 مطشات وسنه كبر يعني لو ما ريحناهوش هيحصل زي عمر السلية وهيتصب منك وبرضو حمدي فاتحي محتاج ان هو يريح مطش المقصة على الاقل ريح معلول ولعب بحمدي مع ديانج وبعد شوية لو ربنا كرم وسجلنا اسحب حمدي ولعب متولي او رمي في نص الملعب ممكن ميكوسوني يبقى موجود المطش اللي جاي ممكن بيرستوي يبقى موجود ايا كان لكن انت عندك نوعا ما وفرة دفاعية يعني حاول تستغل اللعيبة المجودة دلوقتي وتريح اللعيبة المجهدة زي حمدي وزي علي رايح بس واحد والتاني لعبوا جزء ان شاء الله لحد ما نقدر يعني لو عرفنا نحسم المطش بدري عندنا اصابات كتير الموقف صعب المدرب مش عارف يشتغل وبيحاول ان هو يعني يسمع من اللي حواليه لان هو مش عارف يلعب بالسيستم بتاعه واضح جدا ان هو تخلى عن السيستم بتاعه وبدأ يشوف انا هكسب ازاي لان الجمهور مش هستعمل انها نخسر دوري وكاز في نفس وافريقيا في نفس الموسم فاعتقد ان الراجل بدأ يرجع حسابات ويلعب على الوماشة اللي معاه فربنا يكرم ان شاء الله والدنيا تتحسن معنا الفترة اللي جاية والاصابات تقل شوية والرجل يحاول بس كده ايه يشتغل على حاجة اتنين عشان ربنا يعديه على خير ويبقى عندنا امل في المنافسة على الدوري السنادي اللي انا شايف اللي هو يعني اقرب فرقة ليه هي الزمالك حتى بالرغم الغيابات اللي عندهم لكن هم اقرب كتير جدا من بيرامد زوال اهلي تعالوا بقى نروح للزمالك واسموحة والزمالك بيكسب سموحة بكل سهولة اتنين صفر وزيزو حد يا جماعة حس بغاب من شرقي حد حس ان من شرقي ماشي زيزو يا باشا بيطلع نر من بقه بيلعب لوحده الراجل اللي ياخد الكرة ويعدي ويروح ويرفع الجون الاول يعني يا دوب سيف الدين الجزيرة من لما سهله اخد وقطم لبرة وامشايتها جون الراجل التكنيك بتاعه بيستعم الكرة واحد اللي واحد اللي اتنين بيعدي بين الفرق بشكل سريع العيب بصراحة مهم جدا ولعب فاول جيف العرضة حلوة جدا الراجل يعني شايل فرق الزمالك وطاير بيها طاير بيها اول عيب مجنن الفرق كلها فبصراحة زيزو مستوى عالي جدا هداف الدوري لعيب مؤثر جدا وانا بعتبره او هو اكيد يعني بدون اي منافس هو احسن لاعب في الدوري المصري السنادي زيزو فرق جدا جدا مع الزمالك وتأثيره كمان اكبر بكتير اوي من تأثير بن شرقي والكلام ده مش بس عشان مصر النهاردة لأ كمان من اول الموسم نخش بقى على الافكار بتاعت فريرا بصراحة فريرا عامل حالة مع الزمالك والسبب الاول في الشكل المميز اللي ظهر بيه الزمالك دلوقتي هو فريرا فريرا هو بطل المشهد كمان دوره اهم بكتير اوي من زيزو هل ده حمزة المثلوسي هل ده روقة هل ده مثلا حتى كمان عبدالغاني الراجل جابوا لعبه في ستة الراجل اكنه موالوس في المركز ده اسلام جابر النهاردة عامل مطش كويس ماشي بين شرقي امام عشور ما كانش موجود النهاردة زيزو شالم مطش عادي جدا والرجل اللي عارف يكسب وعارف يقفل الدنيا ويلعب 40-50 متر زي كل مطش وحتى عنده جملة بيشتغل عليها كل مطش كل مطش بيسجل منه يعني النهاردة سف الدنيا الجزيري الجوني التاني سيد نمار لعبها له طويلة اتحرك بينقل بين الدفاع راح زقها من جنب الواد و راح حطها جوني المطش اللي فاتسه بالدنيا الجزيري الجونين اللي في الاهلي بنفس التحرك بيطع بينقل بين الدفاع بالطولية ده شغل مين شغل المدرب الشكل اللي بيلعب به الزمالك ده من السبب في المدرب فريرا يعني انقذ موسم الزمالك لو اي مدرب تاني غير فريرا كان الزمالك زمانه مسلم الفوطة من زمان وكان زمانه لا بنفس على الدوري وكمان كان خاصة الكاس لكن فريرا يعني الرجل انقذ موسم الزمالك الزمالك اكيد طبعا بعد رحيل بنشرقي الموضوع سيبقى صعب قدام فيوتشر قدام بيرامدز لكن اعتقد انه هيعرف ويستغل قدرات العبادة المعالن ومدرب ذكي جدا وهنا دور المدرب حتى لو انت معاك لعيب بيمكنات قوله ايه لا لو معاك مدرب كبير هيعرف يخلي الفرقة دي صعب جدا انها تخسر وبالتالي تقدر تخطف جون في اي وقت وده اللي بيلعب عليه الزمالك دلوقتي خليها نشوف ماتش فيوتشر ايه اللي يحصل فيه ولكن فرقة زمالك بصراحة بقالها عشر ماتشات من بعد ماتش امبي والجيش الخسرتين اللي ورا بعض الزمالك لعب عشر ماتشات كسب تسعة وتعادل واحد اللي هو ماتش الاهلي والزمالك اتنين اتنين كسب تلاتة في الكاس طبعا فان الكاس قدام الاهلي وماتش الداخلية واسوان وكسب ست ماتشات في الدوري بشكل متتالي طبعا لو بصنا على الاهلي هتلاقي الاهلي اصلا يعني كسب النهاردة خسر سموحة خسر من بيراميدز اتعادل بلكنا مع الجونة فالكسب فيوتشر اه لكن الاهلي بيمشي على سطر ويسيب سطرين اخر حاجة بيراميدز كسب اربها ربضان صبحي وعبدالله الماكنة بادي تطلع وماش وشارين بشكل ك فوائز كسبه النهاردةsize fury 1961어 Ripず بعد اتعادل مع الجيش فبهو متشين fra pay ramards ب �شل ما انه لا يحصل هو من الك الاهلي الله واعلم لكنンتا عنه فرصه كبيره ان سينفس على الدوري لانه لو قدر اكسب الماتش وكسب كما حدث مدعي ستكون الفرق بينه ونقطة واحدة ولو حتى الزمالك تعادل الماتش الجاي ونستعد ان يكسب الزمالك سيكون الدوين العادل الاولي على الدوري فاذا الاهلي بالتعثر في اي ماتش من الماتشات الجاي فالقوات موجود في الصور وصراع قوي جدا بين الزمالك والماتشات ولسه عندنا نتكلم في حوالي تمامم ماتشات بالنسبة للزمالك وماتشات وعشر متشاب بالنسبة للأهلي والدوري مولع جدا السنة دي خلينا نشوف الدنيا هتخلص على ايه دي يا جماعة كانت حالة النهاردة لو انت ما تفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس تنبيهات اشوفكم الحال اللي جاية سلام